أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً معلوماتياً حول سياحة اليخوت البحرية في مصر وأشار التحليل إلى أن سياحة اليخوت تعتبر مصدراً مهماً لزيادة تدفقات العملة الأجنبية حيث تعد سياحة اليخوت فرصة اقتصادية قوية لأي دولة تستطيع استغنالها خاصة تلك الدول المطلة على البحر المتوسط حيث تتركز نصف سياحة اليخوت حول العالم في البحر المتوسط ويبلغ عدد اليخوت به أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنوياً كما أوضح مركز المعلومات أن الدولة وضعت إطاراً تشريعياً ومؤسسياً لسياحة اليخوت بجانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر